وينضم إلينا من غزة مراسل ألغة حازم البنة حازم صباح الخير ما الذي يقال في غزة بعد تكليف اشتية وكيف استقبلت تصريحاته بشأن انهاء الانقسام أو وعوده بهنهاء الانقسام والكل يعرف طبعا علاقاته غير جيدة مع حركة حماس نعم داليا صباح الخير يعني بداية تشكيل هذه الحكومة الجديدة الحكومة الثامن عشر برئاسة محمد اشتية يعني تأتي في سياق خلاف ورفض فصائل المشاركة فيها انطلاقا من الموقف الوطني لغالبية الفصائل مثل حماس والجهاد والجبتان الشعبية والديمقراطية بأن تكون هذه الحكومة هي حكومة وحدة وطنية استنادا لاتفاقيات المصالحة في القاهرة ويكون مهمتها التحضير للانتخابات وبالتالي طوال الفترة الماضية لم تنجح القيادة الفلسطينية ولا حركة فتح في استمالة غالبية الفصائل للمشاركة في هذه الحكومة وتم التوافق على تكليف محمد اشتية برئاسة هذه الحكومة بعد فترة طويلة من المداولات وعليه جاءت موقف حركة حماس والجهاد الإسلامي وأيضا الجبهة الدمقراطية برفض هذه الحكومة واعتبارها أن حكومة تعزز الانقسام الفلسطيني بل وحتى الانفصال وكما قالت حركة حماس والجهاد بأنها تكرس أيضا نهج التفرد للقيادة الفلسطينية بالقرار الوطني في ضوء هذا الخلاف تقول حركة حماس بأن تشكيل هذه الحكومة بعد لقاء حركة حماس مع رئيس لجل الانتخابات المركزية والتوافق حول مسألة الانتخابات والمشاورات فيها هذا يتعارض تماما مع تشكيل الحكومة دون توافق وطني وبثم تحضير الانتخابات دون هذا التوافق وبالتالي هناك تساؤلات كبيرة حول قدرة هذه الحكومة على القيام بالأعباء وحل القضايا مع حل الخلاف مثل قضية المصالحة أو قضية الانتخابات في ضوء الأزمة المالية والسياسية التي تواجهها الحكومة كما نشاهد وبالتالي الجبهة الديمقراطية اقترحت مثلا أن يكون هناك حكومة انتقالية بتوافق وطني تكون مهمتها التوافق حول تحضير الانتخابات إذا تعذر التوافق وبالتالي نحن أمام هو كبيرة تقول فصائل فلسطينية بأنه من المفترض أن يكون هناك حوار وطني جامع بين مختلف الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية دون ذلك لن تستطيع هذه الحكومة كما يقول غالبية الفلسطينيين الذهاب باتجاه حل القضايا الكبيرة مثل قضية المصالحة أو قضية الدعوة للانتخابات هل ستقوم هذه الحكومة بجراء انتخابات في الضفة والقدس وغزة دون توافق وطني هذا سؤال كبير بالإضافة إلى الأسئلة الكبيرة التي تطرح الأزمة المالية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية بعد سحب إسرائيل أو اقتطاعها لأموال المقاصة لذلك هناك هو كبير يراهن فيها الفلسطينيين على الدور المصري وقيام القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي تحلل من الاعتراض بإسرائيل ووقف اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني كل هذه معضلات سياسية تحتاج إلى حال أولها يكمن بالحوار الوطني الجامع دون ذلك ستكون الأمور السياسية في مرشبه الفلسطيني أعقد شكرا جزيلا إذن سنتابع معك كل التداعيات حازم البناء مرسلنا من غزة شكرا جزيلا حازم